الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله للحيم الحمد لله والحمد الكثير والشكر له تعالى كبير وخير فأشهد أن لا إله إلا الله أحده لا شريكا وأشهد أن محمد العبد ورسوله وسقير صدي وعبيب عليك وعلى آله وأصحابه أطيبين الطابري وأفضل خلاتي وأكمل تثمين أيها المسلمون الكرام إنكم تعيشون أياما من أفضل الأيام عند الله إنها الأيام المعلومات إنها الأيام الفاضلات التي جعل باب العمل فيها ليس كالعمل في غيره هذا يوم مبار سعيد يوم من أيام الله تعالى وعظر فيه الشعار ويرفج الناس فيه بالتجميل وبالتحميل وبالتهجيل وبالتنجيل فيه شعيرة هي من الأفضل الشعار شعيرة المميزة ونسك عظيم مرتبط بذكرى تاريخية جليلة هلا وهو وهي شعيرة المتحي إذ رأى إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ابنه السماعي فاستجاب لأمر ربك واستجاب لحكوم حالقة فأقبل القضاء على ولد جديد وغفاجراً يا أبني إني أرى في المنام أني أزبح فانظر ماذا ترى فما كان من الإبن المؤمن ألقال لبوالده المهنزم إلا ألقال يا أبا تفعل وطن ستجبني إن شاء الله من الصغر يؤدي كجاب مناسك الحج من السنفة السعي بين الصفا والمرأ والشعب ممالي زمزق ورمي الجمراء وغيرها من المناسك التي ترتبق بما أطع على سيدنا إبراهيم الله أكبر 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 والإلهي كم يا أول وج رمال أكبر الله أكبر ويقع في ن ؟ اليوم السنة يموت частين سنة لجهد اليوم أتملكم وعليك ورديك من إسلام هذه المرة أخرى تتعلق أفضل مدينة حجر و مدينة مدينة و مدينة مدينة و مدينة إبراهيم و سيده و سن إشبه نحن لا يمكننا التعامل مع ريد الأطحى بإذن أن نتذكر أبي إبراهيم الذي يتعامل في القرآن بإذن الإعجابة للإبراهيم لم يكن أتوقف هذا القرآن في القرآن الآن كل المساعدة يتبعون العديد من أبي إبراهيم عندما ينفعون العديد من أبي إبراهيم عندما يتبعون من أبي إبراهيم عندما ينفعون من زمزم عندما ينفعون المساعدة أو تجمرات أيها المسلمون الخروج من مقاصد العيد في الإسلام أن تتقارب القرآن وأن ينتشر الوين بين الناس فالعيد جاء المطفي الفرحة والبهجة والسرور ويؤكد سفار النفوح وسلامة الصدور فحقكم في هذا العيد هذه المعامل السامة التي تكون أواصل الترابطين بينكم ولذلك العيد كان له مغزة الإنسان فالإسلام لا يريد من المسلم أن يخرح الوحيد لذلك شرع زكاة الفطري في عيد الفطر توسعة على الفكرات المحتاجين وشرع المطفية في عيد الأضحى توسعة على الأقارب والإيران والأصحاب والفكرات والمساكين الإسلام لا يريد من المسلم أن يعيش بمعزر على الوالد في الإنسانين تذكر فيها اليوم والديك كن بار وبين تذكر صلة الرحل من الأقارب وتذكر أصحابك وفيرانك من المسلمين وغيزين قبل وأصحابك وفيرانك من المسلمين سفر من الأضحاب قبل الأساس loses 拜拜 it is not good to be fighting with with the people around you who have, they are your parents your relatives and neighbors be kind to your parents family your relatives أريد أن تنحية المقابل، اجتماعهم، أريد أن تعد أخباركات حولنا. الإسلام قدر بلسفر لنرى إنساة ألعابهم موشفاً. لكن لن تتملح منهم. اشتركوا في القناة المنظمات من المنظمات من المنظمة من المنظمة من الأشياء أي ذلكي يهمي الشباب الصعيد والحمد لله الكثير وسبحان الله بكرة مأصيلة أيها المسلمين الفرام من أعظم شعائر يوم العيد وأفضل الأعمال وأحقه إلى الله في أيام التشريط ذبح الأضاحة لمن كان قادر والتكرق الله سبحانه وتعالى بآذى الذبح فصلي ربك وانحب والأضحية من الرمادات المشروعة في الميلة الصادقة وفي ميلة محمد صلى الله عليه وسلم فعلاها إبراهيم أول أنبياء فداعاً لإبناء السمعين وسنها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم Dear brothers and sisters Sacrifice of Qurban is the tradition of our father إبراهيم Remember that this sacrifice of this Qurban is one of the most important traditions when you can dream of and that means sacrifice if you are able financially to do sacrifice do it this is a sunnah not only about Prophet Muhammad but also the sunnah of all the prophets before the sunnah of Prophet إبراهيم who did it to sacrifice or to save his son of Ishma every one of you who is able financially should do it from a half of the same his wife and his children Dear brothers and sisters Finally I ask Allah subhanahu wa ta'ala to make your Eid happy to have a blessed and a happy Eid and to forgive our sins to accept our deeds and divide our school God bless you And praise the Lord from Allah He blessed you A God Bitch He blessed you The proof of His Lord Your children His sound of Allah 20 Shalom الله أهل الإسلام والمسؤولي الله أهل الإسلام والمسؤولي